بداية تعليم العالي سياسة عامة أم عمومية أم هو الارتباك والعبث والمزاجية أم لنزياحه عن التوجيهات الملكية وما نحتاج نذكر الخطب الملكية التي ذكره عدد من الزملاء النواب قبل مني فجلالته أكد أن من غير المعقول أن تأتي أي حكومة بمخطط جديد متجاهلة البرامج السابقة ودعا إلى تحويل الرؤية الاستراتيجية إلى إطار قانوني متعاقد حوله وملزم للجميع ووضع حد لإصلاح الإصلاح وتشخيص المشخص بناء عليه نتساءل عن حصيلتكم التشريعية قلوا لنا شنو درتو طبعا صفر نص عن تفعيل مؤسسات الحكامة التي أحدثت مجيب القانون الإطار 51-17 في الحكومة التي أنجزت في الحكومة السابقة لا شيء عن اللجنة الوطنية المشتركة التي تترأسونها صفر اجتماع في هذه الولاية إذا كانت آليات الحكامة هذه المكلفة بوضع مشاريع الإصلاح وتقييمها مجمدة ومعطلة فعن أي إصلاح نتحدث؟ ولماذا الاشتغال خارج القانون؟ أم اخترتم القطعة مع التراكم الإصلاحي ضد على التوجيهات الملكية والاشتغال خارج القانون وبمنطق التراجعات كما جاء في تقرير بنك لمغرب 2022 فكانت سياستكم هي التناقض والإلغاء والاختلالات الكبرى هنا وهناك وقفتم 34 مؤسسة جامعية غير يقولوا الناس استدائيس الحكومة يعني واش واش عصابرتو؟ يعني المحن والمعاناة ذي الطلبة الرأي العام اليوم بغا جواب صريح إلا كانت نزهد المؤسسات الجامعية تم إلغاؤها وكان الجواب بالإيجاب ما هي كلفة الإلغاء على الطلبة؟ وما هي كلفتها على المال العام؟ وما هي البدائل؟ واشوش تشي بدائل؟ ما مصر اتفاقيات الموقعة؟ وكيف ستدبر الحكومة النزاعات القضائية المتوقعة مع المقاولات التي شرعت في البناء؟ تهللون بالمركبات الجامعية والذكاء الاصطناعي جيد ذلك أملنا ولو أنها مشاريع لم تدون حتى على الورق ولكن ما قضية المركب الجامعي تمنصورت؟ أين مراكش تيك؟ أين 30 مليار التي خصصت لها؟ أم فقط تسويق الأوهام؟ جئتم بالمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم الحالي إذا كانت تسريع يقوم تحديداً على الجانب التسريعي فإن القطاع يعرف تأخراً كبيراً في إخراج النصوص التنظيمية المؤثر للإصلاح ومنها القانون الإطار 0100 الذي أحالته الحكومة السابقة على المجلس الأعلى وأصدر رأيه بشأنه تونى أن تعمل الحكومة الحالية على إتمام مسترته الغيت من نظام البشلور بموري غرياض السند القانوني واليوم حكومة بشر الإصلاح البداغوجي دون تأطير قانوني فما الذي تغير؟ أصدرت المذكرة تأمر وتهدد الجامعات ضدًا على استقلاليتها بإعداد مسالك تكوين قبل صدور القوانين المؤثرة فهذا هو التناقض بعينه وهذا هو العين التصرع الذي يقع مخطة تسريع إصلاح لم يجب على معضلات التعليم العالي والذكر السيد رئيس الحكومة عدد منها فبأي رؤية تقاربون هذه المعضلات؟ أم بتعليق فجلكم على شماعة عشر سنين؟ إصلاح بداغوجي ركز على البعد الممهنًا على إحساب البعد المعرفي والعلمي والتربوي بل ألغى حتى بحت التخرج فأي رأس مال بشري مؤهل في ظل التنافسية الدولية سنوفر نظام بداغوجي أقصى اللغات الوطنية وركز على اللغات الأجنبية والفرنسية بالخصوص التي صارت تمكن منها شرطًا للتخرج في كل تخصصات نحن لسنا ضد الانفتاح على لغات العلم ولكن ضد إقصاء اللغة العربية وبنضى بسيطة يعني في شروط ولوج الإزازة في التربية وكان شوفوا كيفاش الفرنسية ولت مهيمنة واشغن درسوا التربية الإسلامية وتخصص العربية والفلسفة بالفرنسية إصلاح أقصى الأستاذ الفاعل الأساسي في إنجاح الإصلاح بالمناسبة في نهية الترب درجم لعدته في يناير 2023 فينا هو النظام الأساسي وتتحدثون عن طورة ومفاجآت في التعليم العالي فعلاً هي طورة على المكتسبات ومفاجآت كالتية ستفرغ التعليم العالي من محتواه مفاجآت لا تصر أحدًا ما عدا الحكومة وما استقالات مسؤولين بسبب ممارسة الضغوط غير المشروع والاحتجاجات والبلاغات وبيانات نقابات وشبكات الشعب والرسائل التي توصلتم بها السيد الرئيس إلا بعض الحقيقة المؤلمة أم هو تخطيط للإخفاق وره الجامعة والطلبة لعقود من الزمن دون اكترات لنماء البلد وأبناء الشاب تتحدثون عن إرجاع الهيبة للجامعة هل بإبعاد الأكفاء وتعيين ذوي القربة ورهم عدد من المؤسسات للمحسوبية والزبونية في تنافل مع الحكامة الجيدة لكن هذا لن يكون غريبا عن حكومة عدد من أعضائها في تضرب مصالح ودائرة الشبهة بل هناك من ملفه عند القضاء في غياب الصمت المطبق للحكومة وختاما إن إصلاح التعليم العالي باعتباره ورشا مصيريا يمتد لعقود ووجب فيه التنصيق مع التعليم المدرسي وباقي القطاعات في إطار العمل بالمنظومة للقطاع والتشاور والإشراك للفاعلين شكراً شكراً سيد النائبة المحترمة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة